السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء متابعي قناة بتاع عربي اسعد الله اوقاتكم بكل الخير معاكم مستر عمر حفني وفي حلقة النهاردة بنحل اختبارات الاضواء الاختيارية سنة تانية عدادي الترمي التاني نبدأ بالاختبار الاول واحد عندي اربعة نقول ايه بقى تمييز الاربعة احنا عارفين من تلاتة لعشرة تمييز بيكون جمع مجرور اقلام جمع ايوة بس مجرورة لا متنفعش طيب بقى منصوبة متنفعش جم مجرورة ايوة جمع مجرور اربعة اقلامين قلم مفرد لا والاربعة بتخالف قلم مذكر يبقى اربعة تخالفنه الاربعة اتنين اشتريته تلاتاشر تمييز التلاتاشر مفرد منصوب يعني ما ينفعش يكون مجرور ماينفعش بقى وجيم. طيب الف منصوب وده المنصوب. ابدأ اشوف بطريقة تانية. احنا عارفين برضو من تلاتة العشرة بيخالف. دي سلاس مذكر. يبقى المعدود مؤنس. طب كتاب مذكر ماينفعش. لو كتاب كنت اقول سلاسة. انما رواية مؤنس اقول سلاس. سلاس عشرة. التلاتة بتخالف. العشرة توافق. اقول سلاس عشرة رواية. تلاتة. سألني المعلم كم نقط ذاكرت اليوم. في علامة استفهام تبقى استفهامية. وتمييز كم الاستفهامية بيكون مفرد منصوب. ما عدا حالة واحدة لو قبلها حرف جر بيكون مجرور. اختار المفرد منصوب. كم درسا ذاكرت اليوم. ماينفعش يكون مرفوع ولا مجرور ولا مجرور ولا جامع اصلا. اربعة. قال الرئيس في كلمتي كم نقط ضحة في سبيل الوطن. دي خبرية. كم بطلا مفرد منصوب. لا لو استفهامية. بطل ايوة خبرية. كم بطل ضحة في سبيل الوطن. مرفوع لا. جامع منصوب لا. يبقى هنا كم خبرية هناخد مفرد مجرور ونحط له علامة التعجب. خمسة. اخذ صديقي الكتاب. الفعل اخذ. ده ماضي هو. تلات حروف. ده مجرد سلاسي. مجرد سلاسي. ستة. اعان الله المصلح على الخير. الفعل اعانة. وزنها. عانة. فعلة. اعانة. افعلة. يبقى ناخد جيم. افعلة. سبعة. يتطلع الناس دائما الى المستقبل. المستقبل نكشف عنها مستقبل قبلة. نكشف عنها في مادة قبلة. ده لهي. قاف بقى لام. بكم. طالما قبل كم نفسها. حرف جرة تبقى استفهامية على طول. وينفع اللي بعد كم. يكون مفرد منصوب او يكون مفرد مجرور. الاتنين صح. عندي هو مفرد منصوب ايوة. مفرد مجرور ايوة. يبقى القولة والتالتة الاتنين صح. تسعة. تخرج الطالب في الجامعة. الفعل تخرج. مجرد ولا مزيد. تخرجة. ده ماضي. تخرج من خرجة. التاء والشد. يبقى مزيد بحرفين اللي هو التاء والشد. الاختبار تاني اول سؤال قرأته تسعتاشر. تمييز التسعتاشر مفرد منصوب. يبقى لغي كده المجرور. طب اقول كتاب ولا رواية. التسعة مؤنس هتخالف. يبقى المعدود مذكر اخد كتاب. لان لو المعدود رواية هقول تسعة. تسعة عشرة. طالما الكتاب مذكر اقول تسعة عشر. اتنين. تفوق في الامتحان نقاط طالبا. عايزين نكتب اتناشر. اللي اتنين على حسب الاعراب. وعلى حسب المعدود. طالما مذكر هاخد اثنى لو مرفوع واثني. لو منصوب او مجرور. مش هينفعوا الاثنت بتاعة المؤنس. لا اثنتا ولا اثنتين. طيب ناخد بقى المرفوع ولا المنصوب ولا المجرور. نعرف. تفوق دي الفاعل. من اللي تفوق? هتكون فاعل. هيكون فاعل مرفوع. خد المرفوع اهو ترفع بالالف. او الاثنى عشرة طالبا. تلاتة. تسعة دولة جاهدة. من اجل التنمية. فكم نقط انشاءة الدولة? كم مرفوع? لا. مجرور? ايوه ممكن يكون مجرور مفرد مجرور لو خبرية. ممكن يبقى مجرور. مرفوع مرفوع ما تنفعش خالص. هو عندنا لو استفهمية مفرد منصوب. لو خبرية مفرد مجرور او جامعة مجرور. هنا مشروع تبقى خبرية. اربعة. كم نقط غاب اليوم? كم طلابا ما عندناش جامعة منصوب. يا مفرد مجرور? يا مفرد منصوب? يا جامعة مجرور. كم طالبا? ايوه تنفع. كم طالبا غاب اليوم وتبقى استفهمية? مرفوع مرفوع لا. خمسة. ضح راجة طفل الكرة? الفعل ضح راجاء. على وزن فعل لا ده مجرد. ومجرد رباعي. ستة. حقق القاضي العدل. حقق وزنها. حقق قادة مشدد. يبقى فعلاء. ناخد باء. فعلاء. سبعة. ينجز الطلاب واجباتهم كل يوم. واجبات نكشف عنها في مادة واجابة. ناخد هو واجب. جيم. تمانية. اخترت المعلمة نقط طالبة لتمثيل المدرسة في المصابقة. عايزين نكتب العدد اتناشر. زي ما قلنا فوق. رقم اتنين على حسب المعدود. مؤنس? يبقى هقول اثنتا او اثنتاي. نلغي بتاع المذكر. اثنى واثني. طيب نقول اثنتا لو مرفوعة. اثنتا لو منصوب او مجرور. اختار الفاعل. المعلمة الفاعل. ده هتكون مفعول بقى منصوب. ناخد المنصوبة. اثنتا مرفوعة بالالف. ناخد اثنتاي. اثنتاي عشراتها طالبة. تسعة. كم نقط في الشهر? في علامة استفهام تبقى استفهامية. يبقى اخد مفرد منصوب. مجرور لا. او كم يوما? كم الاستفهمية تميزها مفرد منصوب. ما عدا حالة واحدة لو قبل كم حرف جر هيكون يجوز يكون منصوب ويجوز يكون مجرور. ما ينفعش هنا خالص يكون مرفوع. يعني الاولى والتانية اكيد لا. لان ما ينفعش يكون مجرور طالما ما فيش قبلها حرف جر. الاختبار التالت واحد صلاة المغرب سلاس. عايزين نكمل بقى براكعة. احنا عارفين طبعا تمييز من تلاتة لعشرة بيكون جمع مجرور. طب الف مرفوعة. راكعات ايوة جمع مجرور. راكعة دي مفرد راكعة دي مفرد. لازم يكون جمع مجرور. سلاسة راكعات اتنين. كافاءة الفعل المدرسة الفاعل طالبا ده مذكر. عايزين نكتب اتناشر. اشوف برضو طالب مذكر يبقى هاختار اثنى او اثني. نلغى كده بتاع المؤنس. طب ناخد المرفع ولا المنصوب ولا المجرور. اهو كافاءة دي الفاعل المدرسة الفاعل هتبقى مفعول بيه منصوب? يبقى نلغى المرفوع بالالف. ناخد هنا منصوب باليا. تلاتة. كم نقاط ربا الاجيال? كم مرفوع? لا نلغى المرفوع خالص ودي مرفوع. نقول بقى كم معلم ولا كم معلمين? دي ربا مش ربه. يبقى نلغى كده الجامعة? هنقول كم معلم ربا الاجيال ومفرد مجرور يبقى هنا كم خبرية. اربعة كم نقاط بذلت مصر من اجل السلام? جهود. هنقول كم جهودا جامعة منصوب? ما عندناش حكا اسمها جامعة منصوب. ولا جامعة مرفوع. في جامعة مجرور ايوة. ما فيش مفرد مرفوع. الا عندنا يا مفرد منصوب. يا مفرد مجرور. يا جامعة مجرور وتبقى خبرية كم جهود بذلت مصر. خامسة اشتادة الحر في الصيف. الفاعل اشتادة. من شد دا. الشين والدال ده اصله. عندنا الالف زيادة والتا. يبقى الفاعل هنا مزيد بحرفين. اللي هو الالف والتا. ستة. انزل الله المطر من السماء. الفاعل انزلة. المجرد نزلة. يبقى مزيد بالايه? بالهمزة. يبقى وزنها انزلة. هنزود على فاعلة الهمزة. نقول الافعلة. نختار باب. سبعة. بالعمل الجاد نحقق الازدهار. الازدهار نكشف عنا في زهرة. يبقى جيم. زاهرة. تمانية. شاهدة المشجع المباراة. الفعل شاهدة. من شاهدة? وفي الف زيادة يبقى سلاسي مزيد بحرف. تسعة. شاهدة الطلاب العرض الفني. شاهدة على وزن ايه? للسا ايلين. ده شاهدة على وزن فاعلة. ومزيد بالالف. يبقى زود الالف في الوزن. يبقى شاهدة على وزن فاعلة. الاختبار الرابع. القطعة بتقول اقامت مدرستنا. اقام الفاعل المدرسة الفاعل. ماذا اقامت معرضا? يبقى عريبها مفعول به? مفعول به منصوبه علامة نصبه الفتحة. معرضا للانشطة. يضم ثلاثة عشر روكنا. تراتاشر روكنا. استوقفني. ايه اللي استوقفني? الركن روكنا. يبقى دي فاعل. كلمة روكنا. فاعل مرفعه علامة رفعه الضم. روكنا الصحافة المدرسية. شاهدته وانا منبهر بثرائه. كم من مجلات اهو قبل تميزة حرف جرة تبقى خبرية على طول. كم من مجلات متميزة. مجلات نكر. متميزة نكر. وصفنا المجلات بانها متميزة. تبقى نعت. نعت مجرور لكلمة مجلات. يبقى نعرفها نعت مجرور لان مجلات تميز مجرور. يبقى نعت مجرور وعلامة جرة الكاسرة. اربعة. يضم. فعل الماضي. لازم اجيب الماضي. ضمه. يبقى الفعل مجرد سلاسي. اقامة. مزيد ولا مجرد? عندنا سبك من الضمائر. اقامة. يبقى ده مزيد. مزيد بحرف. اللي هو الهمز. مزيد بحرف. ستة. استوقفني. الماضي استوقف من وقفة. ده مزيد بكم حرف? تلت حروف. مزيد بالف سين تا. تلت حروف. سبعة. بيّن نوع كم الواردة بالفكرة. وحدد صورة تميزها. قبل تميزها حرف جر يبقى على طول خبرية. وتميزها مفرد مجرور? لا مجلات ده جامعة. تميزها جامعة مجرور. تمانية. منبهر على وزن. منفعل. اهو. انبهرة انفعلة. بهرة فعلة. وزود المم والنون على فعلة. اقول منبهر منفعل. استوقفني. نكشف عنها. فين اصلها? استوقفة وقفة. في مادة واقفة جيم. الاختبار الخامس. القطعة بتقول ان مصر. ان حرف ناسخ ومصر اسمي ان مالها مصر. بلا دون. تبقى خبر ان. خبر ان مرفوع. نعرفها خبر ان مرفع وعلامة رفع الضم. وعظم نعت. يحتاج الى عمل واجتهاد كي ان لن كي حتى لم التعليل بتنصب. يبقى ينهض فعل مدارع منصوب. اختره منصوب وعلامة نصب الفتحة. كي ينهض. فشعبها طيب. لا يقصر في اداء واجبه. فكم من شباب قبل تميزها حرف جر تبقى خبرية. كم من شباب يسعى الى الارتقاء. الى حرف جر يبقى الارتقاء اسم مجرره وعلامة جر الكاسرة. اربعة. يسعى فعل مجرد ولا مزيد? هات الماضي سعى. ده مجرد. مجرد سلاسي. خمسة. يقصر فعل مجرد ولا مزيد? هات الماضي. قصرة. لا ده سلاسي مزيد بحرف. يبقى نختار مزيد بحرف اللي هو التضعيف. مزيد بالتضعيف. ستة. يحتاج مجرد ولا مزيد? هات الماضي. احتاجة. ده مزيد بألف وتاء. ده سلاسي مزيد بحرفين. ناخد مزيد بحرفين. سبعة. باين نوع كم? قبل تميزها حرف جر يبقى على طول خبرية. طيب تميزها ده شباب ده جمعة مجرور. يبقى ناخد خبرية جمعة مجرور. تمانية. اجتهاد وزنها من جهدة فعلة. يبقى اجتهاد افتعال. عندنا هنا اجتهاد جيم على وزن افتعال. بنعرف ازاي اهو من جهدة على وزن فعلة. عندنا قبل الجيم في الف انزل بها تحت. وعندنا زيادة برضو التاء والالف انزل بهم برضو في الوزن. يبقى اجتهاد على وزن افتعال. تسعة الارتقاء. نكشف عنها في مادة راقاء. واخرها الف اصلها ياء يبقى روقي. يبقى في مادة راقاف ياء. الاختبار السادس القطعة بتقول تمر من اللي بتمر مصرونة دفاعي. الحبيبة دي مصرونة معرفة والحبيبة معرفة. وصفنا مصر بانها حبيبة تبقى نعت. ومصر دفاع المرفوع يبقى الحبيبة نعت مرفوع. ناخد نعت. الحبيبة نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة. تمر بفترة من اكثر الفترات نهضة. حيث انطلقت في بناء المشروعات الكبرى. فكم من مشروع قبل تميزها حرف جارة تبقى خبرية. كم من مشروع اقامته الحكومة. لماذا اقامته? رغبة اجابة سؤال لماذا? بتبين السبب دي مفعول لاجلي. يبقى رغبة مفعول لاجلي منصبه علامة مصب الفتحة. رغبة في تطوير حياة المواطن. الحياة بتاعة المواطن دي مضاف اليه? يبقى المواطن مضاف اليه مجروره علامة جر الكسر. المواطن المصري. مصري نعت. ورفع مستوى معيشاتي. وبدء طريق التقدم. اربعة. تمر. فعل هتلماضي. مرة. ده سلاسي. مجرد سلاسي. خمسة. خروف الزيادة في الفعل انطلقت. سبك من الضمير. انطلق. عندنا الالف والنون هو. يبقى هنختار الالف والنون رقم جيم. ستة. حدد التمييز المنصوب الذي ورد بالفقرة. نشوف اعراب الاختيارات. الف كلمة نهضة. اكثر الفترات نهضة. ايوة. تمييز. بعد افعل. بعد اكثر. اكثر الفترات ايه? نهضة. تمييز. انما كلمة حياة تطوير حياة لا دي مضاف اليه. حياتي مضاف اليه مجرور. طيب وعندنا كلمة رفع ورفع لا دي معطوف ما تنفعش. وعندنا كلمة مستوى لا مضاف اليه. الكلمة اللي نعربها تمييز كلمة نهضة. سبعة. بين نوع كم? احنا قلنا قبل تمييزها حرف جر تبقى خبرية. كم من مشروع? يبقى نلغي كده استفهمية. هي خبرية. ومشروع مفرد مجرور? يبقى اخد خبرية وتمييزها مفرد مجرور. معيشاتي. وزنها ايه? معيشة من عاشة. عاشة على وزن فعلة. يبقى معيشة عندنا الميم زيادة. واخرها التا والها يبقى معيشة على وزن مفعلته. يبقى هنختار ده المفعلته. تسعة الكبرى نكشف عنها في كبرة. في مادة كاف با را. وبكده يبقى احنا خلصنا اجابة اختبارات الاضواء الاختيارية بنظام اختر من متعدد. بتمنى لكم التوفيق. لايك للفيديو. شاير الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا. وفي الحلقة اللي جاية هنكمل بقية حل القطع. بتمنى لكم التوفيق. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.